مشاهدين نوه إلى هذا النباء العاجل والذي انفرضت به قناة القاهرة الإخبارية والذي يفيد بأن محمد عثمان المرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يغادر القاهرة بعد قليل عائدا للخرتوم ذكرت القاهرة الإخبارية أن عودة المرغني للخرتوم تأتي بعد تسع سنوات أمضاها في مصر كما تشكل فتحا لأفق جديد لتوافق السودانية أضافت بأن سيد رئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير طائرة خاصة تقل المرغني للخرتوم لافتة إلى أن خطوة عودة المرغني للخرتوم تأتي استكمالا لمسيرة الدعم المصري للتوافق السودانية أشارت القاهرة والإخبارية إلى أن المرغني كلف نائبه جعفر بضبط المتفلتين في الاتحاد الديمقراطي الأصل ترجمة نانسي قنقر